بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكد دكتور سيد على الدعوة الكريمة. هتكلم على المنمينة في إمباشن تهايبو غليسيميا. الوبجيكتب ان احنا اقرلي دياجنوزيس. التارجت بلوت غلوكوز ليبل. الابروش فور المنمينة في إمباشن تهايبو غليسيميا. نحن هل بنتكلم ليه السكر العين بيعلق اسنان العدمشان. طبعا في الاسترس هيبو غليسيميا الاسترويد الفليويد الميديكيشن العين تغير الجرعة ووجف الانسولين. هذا كل هذا يحدث ليسبب الهايبو غليسيميا. اثناء الاسترس يزود الكورتيزول وبنفرين الذي يزود هيبو غلوكوز ويقلل الابتاك بيزا ماصل بلايبوليسيز. هذا كل هذا زيادة الفريفاتي عاسد مع الهايبو غليسيميا. بالدور اكسربيت الالنس. يعني هي سيكل. على سبيل المسال مثلا العين ضيابيتيك فوت. الانفكشن بتعلب لط شغر. السكر يخلي الانفكشن مش بيتحسن. يوجد الهايبو غليسيميا بتزود الانفلاميشن. ديليل ووند هيلينج. الاميونيتي. كل ده بدوره اكسربيت الالمس. علشان كده ايرلي ايرلي دياجنوز او هيبو غليسيميا. ده بيجلل المورتاليتي. خصوصا في الاي سيو بيشن. كل ما المين بلاد جلوخوز ليبل بيعلى. كل ما المورتاليتي بتعلى. العيان دخل عندك المستشفى. فيه هيستوري الاول. تماما بناخد البلاد بلاد شوغر. سيناريو من ثلاثة. العيان ده مش نون ضيابتك قبل كده. والراندم بتاعه اجل من مية واربعين. خلاص مش محتاج منوطورنج الا في سبيشل سيتوويشن. العيان ده متوريشن اتغيرت اخدت استيرويد. العيان الاول مش نون. والراندم اجل من مية واربعين ده خلاص مش محتاج منوطورنج الا في حالات معينة. العيان الثاني برضو مش مد اي هستوري ان هو ضيابتك. والراندم طلع اكتر من مية واربعين. العيان ده محتاج منوطورنج لمدة مثلا تمانية واربعين ساعة نشوف القراءات بتاعته. وبنسحب الهموغلوبين اي وانسي. الهموغلوبين اي وانسي طلع النورمال يوجد العيان ده بنقول عليه استيريس هايبرغليسيميا. وبيفرج في الاوت بيشنت في اثناء الشارج. الاي وانسي اكتر من ستة ونص يوجد العيان ده يدخل في الكاتيجوري الثالث. العيان هو نون ضيابتك اساسا من الاول. ماشى على اورا الانسول اي ان كان. وقدمتد عندك. يوجد العيان ده محتاج بلات جلوكوز منوتورين. وبرضه بناسس بالهموغلوبين اي وانسي. على شغل الجليسيمي كنترول اثناء الشارج بعد كده. طب احنا في ارقام معينة. يعني العيان انت عندك خلاص ضيابتك وتحيز عندك في المستشفى اي ان كان داخل يعمل منظر هباطايتس في مستشفى الصدر. والعيان ضيابتك. اول حاجة احنا الاورال ميديكيشن اثناء الادميشن. اثناء الالنس. تمام? الاي دي اي اي انسولين لو البلات جلوكوز ليفل اكتر من مئة وتمانين. في تارجت العيان اللي هو كريتيكال وفي عيان نون كريتيكال او عيان اي سيو وعيان وورد. العيان الاي سيو ده بياخد انسولين فيوجين ده بريفير. والتارجت بتاعنا من مئة وعيان legg century czyny.으كوب الكريت. اي أكثر من حاجة. الاي سيون انسولن. رجب الكريت من الماء dengan ق Martine diemile. المزيد من مئة البرميل من مئة وعيان أغاية من مئة certainty. الجحيم الكريت. الهدى الذهب كثير قريب الاي سيكون قادرا حاول ما قام بثبتها العيان اي سيestioning blood sugar. اثناء المtha determined ونقوم بإنسلين. المفروضة المفروضة هو السليدينج سكيل. السليدينج سكيل لسببين؟ إفكتف ورياكتف. يحدث في النيرس سكر العيان بعد الفضار 300 و 15. على الغداء سكر 100 لا تضع. في العشب يأتي 600 و يضعه 20. هذا الرياكتف ليس محبب. بالإضافة أنك تعالج الهايبرغليسيميا بعد ما تحصل. ليس قبل ما تحصل. يعني أنك تعالج الهايبرغليسيميا نفسها. ليس نمنع الهايبرغليسيميا. لذلك نتركوم مندد أو أوبسيليد. الشخص الهلسي عندما يأكل بنكرياز يطلع إنسلين. بكميات سبايكس مع الإيد. هذا نسميه بولس أو ميل أو برانديال إنسلين. بينما يسمى هذا البيزل إنسلين. لكي تغيير البيزل متابوليك ريت البادي. هذا نسميه بيزل إنسلين. هذا الحي الفيسيولوجي. نحن نقوم بعمل حيات ميميك هذا الشكل. يعني الأصفر هذا البيزل إنسلين. هذا البيزل إنسلين مع الإنسلين. يقوم بعمل الإنسلين مع إثناء الإيد. الذي نسميه برانديال إنسلين. الإنسلين يوجد لدينا رابد أكتنج. مثل الأبيدرال هومالوج. الشورتة أكتنج. الهوميولين آر. إنترميديات أكتنج. النبي إيتش أو الإنسلاطار. دلونج أكتنج أو البيزل إنسلين. مثل الديتيمير والجلارجين. هذا البيريميكس إنسلين مع إثناء الإنسلين مع إثناء الإنسلين. كل هذا يختلف في الفرماكو كينيتك. يعني الانسلطة أكتنج خلال ربع ساعة يعمل. الشورتة أكتنج نص ساعة. والإنترميديات أكتنج من ساعة إلى ثلاث ساعات. يفرج معنا بعد كده. يعني أنت العيان لو ستطلبه مثلا بيزل إنسلين مع بولاس المائي. الديت الشورتة أكتنج مثل الهوميولين آر أو الإثناء. المفروض يأخذوا قبل الأكل في نص ساعة. لكي يلحق يشتغل مع الأكل. ليس العيان يفطر وتلقى الإنسلين الممرضة تدهوله بعض الفضار في نص ساعة. هذا سيحدث بوست برانديا الهايبرجليسيميا. على العكس بقى المجموعة الجديدة التي هي الربد أكتنج. اللي هي الابيدر ألترا شورت. الابيدر أو الهوميولوج. هذا خلال ربع ساعة يشتغل. إنت عيان قدمة عندك خايف من الهايبرجليسيميا. ممكن يأخذوا بعد الأكل. المفروض يمثل البولوس. والمفروض يمثل البازل إنسولين. البازل إنسولين يمثل خمسين في المئة. من التوتال ديلي دوز. وهذا البازل إنسولين يصبريس الجلوكوز بين ميل و أفرنايت. البولوس إنسولين يمثل الجرعة للفضل إلى 50% أو 60% وهذا يمنع البوست برانديا الهايبرجليسيميا. وتتقسم على الوجبات الثلاثة. البازل إنسولين. عندنا البازل إنسولين. مثل الجلارجين. البازل إنسولين. مثل الهيومالوج والنوفولوج. هناك حيث يسمى الهيومالوج أو الإنسولين. هذا يتأخذ بالإضافة للدوز الإنسولين. يعني أن العيان يمثل بازل بولوس. يمثل على البيزل والبولوس. قبل الغداء. جاءت السكر العيان 300. قبل الجرعة التي سأخذها في الغداء. يجب أن يحتاج الهيومال. هذا نسميه نوتريشنال أو الإنسولين أو الإنسولين. هذا نصلح به البرينيل. هناك العيان دخل كما قلنا المستشفى عندك. أولا ستشيك الإنسولة A1C. هذا الكاتجورة الثالثة التي قلنا عليه ضيابيتك أساسا. سنقوم بتادم طبيعة الأوباء ، بعد ذلك، إحنا وقفتنا بطبيعة الأوباء. هناك العيان، فإن نتكلم بالإنسولين الس��يات. هذه العيان، نتحدث عن الطبيب 2. طيب تقول لو هو على إنسولين هنحسب نجمع كل الدوز اللي كان ماشا على العين مثلا كان بياخده 40 اللي هو البرميكس صبح وليل ده 60 ده بنسميها التوتال ديلي دوز العيان ده كان نييف تو إنسولين أو هو نيولي دياجنوز هايبرغليسيميا هنحسب التوتال ديلي دوز بناء على يعني فيه بنحسب من 3 من 10 الحاد 6 من 10 بناء على العيان ده مثلا إنسولين سينسيتيف رزيستانت أوبيز عيان في ريسكي فاكتور خلاص إحنا مثلا على سبيل المثال العيان ده وزنه كان 100 كيلو مثلا هنحسبه أوبيز هنحسب مثلا على نص يونت بيركي جي يعني طبع العيان ده هيقض 50 وحدة إنسولين في اليوم الخمسين دولة بنجسمهم 50 في المية بيزل و50 في المية بولس الخمسين في المية البولس ده بتد إيكوالي على السريميل ما على حسب الروزبونس بتاعة البضي وعلى حسب النوتريشن ما هو بجانب الإنسولين فيه نوتريشن ما أنا فهم يعني الفطار غير الغداء غير العشاء في عيان مثلا منكم بتحصل أوفرنايت هايبوغليسيميا بسبب نفس الجرعة ساعات بيجال مين في الغداء من زوج جرعة المائية يوجد هذا البيزل إنسولين ده بيمثل 50 في المية بيتاخد كل 24 ساعة من الشرط بالليل ممكن يتاخد الصبح بس بنثبت المعاد البراند الإنسولين ده اللي بيتاخد مع الميل تمام بيتاخد قبل أو مع البعض الأكل أو كذا ده 50 في المية وده لو العيان ده مسلا ما خدش الوجبة بتاعته منكم ما بيأخدش الجرعة بتاعته أو ما كانش الجرعة الوجبة كاملة منكم يأخد نص الدوز الجرعة اللي انت مثبت هاله الكوريكشن ده اللي بيقولنا بنصلح بالبريميل هايبوغليسيميا ده بالإضافة للجرعة السابتة بتاعته يعني انت مثبت للعيان وقبل الغد مثلا عيلي بنحسب فيه كوريكشن بناء على السنسيتيفتي للإنسولين الكوريكشن برضو ما بديش الكوريكشن كامل بالليل عشان الريسك هو في هايبوغليسيميا ده تلخيص للكلام زي ما قلنا الـ A1C الوجف الأورال التوتال ديلي دوز هنا هايبوغليسيميا هنا بنحسب مثلا ثلاثة من عشر انترناشنال يونت بيركي جي العياني هو الـ All the age نايفت إنسولين هيمودياليسيز رينال فيليار ليبر فيليار جرعة قليلة أربعة من عشرة بين يونت ده النورمال ويت خمسة من عشرة من أوفر ويت ستة من عشرة بيركي جي العياني الأبيز بيأخد استيرويد إنسوليزيستنس خمسين في المئة بيزل خمسين في المئة بولس خمسين في المئة البولس بتجسم على وجبات الثلاثة وبعد كده لمدة يومين وبعد كده بنعمل فوله أب للقراءات العيان هتبدأ تعلي تزود تجلل على حسب الروزبوس بتاعة العيان الجدول ده بيبين اللي هي الـ إنسولين دوزينج يعني زي ما احنا قلنا مسلا جيسنا جابل الغده كان 300 العيان دديلو مثلا صلاح له خمس وحدات ولا عشر وحدات بناء على حاجة اسمها الإنسولين سينسيتيفتي في المسأل على سبيل المسأل العيان سكره كان مسلا من 200 وخمسين لتلتمية العيان الأول ده إنسولينج بمعنى إنه توتال دي دوز بيأخذ أجل من 40 واحدة في اليوم وجب العيان دبي يأخذ تلات وحدات في المقابل العيان اللي هو مسلا الإنسولين سيأخذ العيان الأخير يأخذ 100 وحدة في اليوم ونصلاح له 7 وحدات هذا هو المتحدث الذي نقول عليه نتحدث عن الهيبرجليسيميا ولكن نأخذ بالنحية الثانية من الهيبوغليسيميا العيان مثلا لو القراءات الرندن بلد شجر أجل من 70 ما يأخذش الجرعة البولس دي ما يأخذه ونصلح بأورال إن كان في العيان كونشس أو يأخذ IV جلوكوز والكلام ده لو هو تكرر في القراءات يعني نفس الوجبة بيحصل هايبوغليسيميا ونجلل التوتل ديليدوز بـ 20% لو الرندن بتاعنا من 70% العيان يأكل ويأخذ جرعته عادي وبرضو لو تكرر برضو القصة دي الرندن بينزل في نفس الوجبة بنجلل التوتل دليدوز بـ 10% لو الرندن ما بين 100-139 ده في التارجت زي ما الـ ADR وقماند خلاص مش بنعدل في الجرعة لو الأرقام العالية هنعمل كما تكلمنا في عيان دخل عندك هتصوم انتظر مناظر الصبح اي وضع العيان ده ونون ضيابتك مسا على إنسلين او العيان ده ما كانش بقدر اني بيقوه العيان ده عندك ماشي بيز البولس ماء مع الوجبات وبيزل بالليل الانسولين جلارجين او البيزل انسولين هيكمل بيزا كما هو بس بنعمل ردكشن الـ 25-50% ما ياخدش المائي ظل ما العيان هي يصوم وفول اوب مثلا اللي هو المونوتورين كل 6 ساعات التارجت بتاعنا مثلا من 90-130 ومعانا كوريكشن او نيدد ده بالنسبة للعيان الـ N-N-B-O العيان رايل فيدنج او تو فيدنج على حسب العيان ده فيه continuous feeding او بولس فيدنج continuous feeding كل الجور على العيان بتتحسيب له بيزل انسولين تمام ويتغطى بالجلارجين لو وجفت الفيدنج بنصلح بغلوكوزة عشان الهيبوغليسيميا لو هو الـ Intermittent او البولس فيدنج زي ما بيحصل اللي هو الريل فيدنج بنادي البيزل انسولين معدل 2 من 10 يونت بير كي جي اللي هو نص التوتال دي لدوز بياخدها وبنادي اللي هو البولس انسولين مع كل فيد يعني مثلا مجسم الاجابات كل 6 ساعات او كل 8 ساعات تمام بنحسب مثلا كمية الكارب اللي في النوتريشن بمعدل مثلا اليونت من الانسولين اللي هو الاسبرتات بيحرج مثلا 10-15 جرام كارب مثلا في الوجبة دي هياخد مثلا فيه 100 جرام كارب جوكساتهم عشرة من البولس اللي هياخده في النوتريشن الحية الثانية العيان مثلا اللي بياخد استيرويد طبعا الاستيرويد معروف انه بتعمل هيبرغليسيميا وخصوصا اللي هي بوست برانديال هيبرغليسيميا علشان كده احنا ممكن بنجل البيزل ونزود البولس في العيان ده يعني عيان مثلا سيو بيدي اكسيربيشن ويديو استيرويد خمسمية ستتمية القراءات هنطر نزود البولس عن البيزل دوز في العيان ده لو العيان بياخد ملتوب دوز مثلا زي حية لونجا اكتنج ديكساميسازون ساعات بنغير من اللي هو اللونجا اكتنج من البيزل اللي هو اللانتوس للن بي اتش ده بناء الفرماكوانيتك اللي هو ديوريشن بتاعته 12 ساعة تمام بيتاخد توايس عشان كفر الهايبرجليسيميا العيان الاخير ده العيان مثلا انت مكانش نون ديابتك وبالصدفة سكر وضلي عالي والاونسي بتاعه نورمال اللي مقول عليه استريس هيبرجليسيميا العيانات مشناها بيزل وبولس والقراءات بتاعته الارقام بسيطة ده اللي بنسميه إنسولين سينسيديف هتلجاء العيان متزبط على جيرو عده جليلة بيتلجاء مسلا عشرين واحدة تلاتين واحدة في اليوم ده الالنس اتحسنت بانت بتعمل تابيرنج للبيزل إنسولين بمعدل عشرين في المئة من الفيرستو دوز ديلي مونكم العيان ده أثناء الدشارجي ما يأخدش حاجة اساسا ويتقيم باكية اوفوله أبضل احنا قلنا الاورال ميديكيشن نوت روكم مندد أثناء الاكيوت الالنس وعلشان برضو الكمبيليكيشن زي ما تكلم مستاذنا الفاضل طيب العيان دلوقتي سهمشي، هخلص اهده افسي شارج احنا قلنا بنعمل A1C A1C لو أجل الي من سبع يجب العيان ده كان كنترول ده على الاورال ميديكيشن الي ماشى عليها او ايا انا كان يجب العيان ده هيطلع الي نفس التريتمنت الي كان ماشى عليها سوى اورال إنسولين أو بوص يكمل زي ما هو الـ A1C من سبع لتسعة العيان ده لو الـ E1C بتاعه من 7 إلى 9 ما كانش في التارجة من الأول العيان ده بنعمل بيرج على الاورال ميديكيشن اللي كان ماشي عليها بالإضافة للبيزة الانسولين 50% من الدوز اللي كان بيخوتها في المستشفى العيان ده كان ماشي مسا على 30 واحدة لانتوز في المستشفى يطلع على 15 لانتوز بالإضافة للأورال ميديكيشن اللي كان ماشي عليها العيان اللي بقاءة للـ A1C بتاعه لا ده أكتر من 9 أساساً لم يكن هناك أيضاً، فإنسان الذي يمشي على البيزل بولوس ريجمين الذي تزبطه في المستشفى يطلع على هذا الكلام أو إذا كانت العيان مثلاً عاماً يمكن أن يأخذ الأورال ميديكيشن بالإضافة إلى 80% من البيزل إنسان الذي يمشي عليه لكي يزبط الفاستنج، وأيضاً أرقام ثابتة هذا هو العين الثالث، نحن تكلمنا عن الهيبرجليسيميا أو الهيبوغليسيميا في المقابل نحن نحن من الهيبوغليسيميا، خصوصاً العينين الذين هم أدفانسة إيج، عين لبرسور روزيس، عين سيوب دي، عين كوروني كرينا الفيلير، عين بيتا بلوكر، هذا كل منكم يحدث فيه هيبوغليسيميا والعين لا يلحكش مثلاً أو في سمتم لكي يتعلم الإدوكيشن سواء للهيبوغليسيميا أو للهيبوغليسيميا الحياة التي هي تراجع إيج، في الهيبوغليسيميا، عين كان في إي سيو طلع الوارد، مع نبي او، عين كان يأخذ فلود وتواجفت النير سدت الدوز السابتة، لا يوجد قياسات أو غيره، أي كان سبب الهيبوغليسيميا الترتيجيز التي نمنع الهيبوغليسيميا، نلتزم بالإي دي اي جايد لاين، هي تراجع من 140 إلى 180 تراجع من 110 في الإي سيو، وفي الوارد لا يجل على مئة في الريكوانت المنتورين، العين كل ست ساعات يجيس البلد جلوكوز لو كذا مرة أجل من مئة يريأسس البرتوكول، أجل من سبعين مضافي السيربي ترجمة المساعدة، كلك، ترجمة المساعدة كتبات المتحدة، لغيره، بشكل مخلوقتي، السلطان المعزم الأمام المشاعدة، لنا نعيه في قسم المضافات الأمام، نحن كذب الوارد جلوكوز لتقوم بشكلة، الشعب الأمامات المخلومية ، يبأ من الإيجاب والسرائيين، جهد من التقاوم، شكرا